الحاجة زينب بتسأل لها أخت توفيت بالأختين توفيت واحدة في رمضان بالكورونا رحمها الله رحمة واسعة والأخرى توفيت قريبا وبعدين بتقول أنها لراحت فوق السبعين وما راحتش لهذه الأخت ولا للأخرى ولكن بنت التانية قامت بخدمة أمها والله دواجب أنها تقوم بخدمة أمها ولكن حضرتك امتنعت عن المرواح ده شيء ضروري معلش يعني إحنا ماهوش كلام مجرد من العواطف والمشاعر لكن هو أخذ بالاحتياط المطلوب منا شرعا أن إحنا نخذه وهو النبي عليه الصلاة والسلام نبه لا يوردن ممرض على مصح يعني ما ينفعش يبقى فيه خلطة ما بين المريض وما بين الصحيح هو بالذات إن كان مثل هذا المرض الذي هو يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاء وإنه فيه تحذيرات كبيرة لكبار السن فليس من المعقول أن أنا بستجيب للدعوة النبوية في ذلك طب أختي حتكون زعلانة لا إن شاء الله ما تكونش زعلانة والناس اللي حواليك ديب التراضي وتقول لهم أنا في سن فوق السبعين وأنا ما عرفش ليه الناس بتزعل يعني حتى لما تقول لحد ما تجيش الناس تزعل مش أقول أنا سليم إذا ما إحنا مش عارفين من السليم من مين اللي مش سليم وكل احترازات وناس بتلبس مسكات وبوقت بكل سبل أمان ولازم نستمر على كده إلى أن يرفع الله البلاء والوباء وإن شاء الله ظننا في الله جميل أنه يرفعه عما قريب وإن إحنا نتعلم من التجربة اللي مرينا بيها دي سبل الحماية والوقاية والنظافة وهذا الدين دين النظافة ودين الوقاية ودين العلم الذي يحضنا دوما على الأخذ بالأسباب فمن الشريعة أن نأخذ بأسباب الشريعة تعبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلطة بين المريض والمصح منعا لنقل العدوى فما بلنا لو كانت هذه العدوى قد تؤدي إلى الوفاة فأنت لم ترتكب خطأ وعليك وهب السواب وإنك تقدميه لهذه المتوفة ليه أختيك سواء أختك دي أو أختك التانية وإحنا ندعو لهم جميعا بالرحمة والمغفرة وإن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم إن شاء الله وإن هم يكونوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعهم في الجنة إن شاء الله وربنا يحفظ الجميع ويحفظ بلدنا ويحفظ البلاد والعباد بحفظه سبحانه وتعالى ودي أعمارهم إحنا بناخد بأسباب الوقاية والكلام ده كله ده لابد ده عبادة تعبدا بناخد بكل ده الإنسان مع ده وأصابه شيء ده ما شيئة الله لا حنقدم ولا حنأخر دي أعمار نسأل الله السلام والحفظ والرعاية